اشتركوا في القناة اعمال ملتقى بيبان الذي تنظمه الهيئة العامة للمشاءات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تحت شعار وجهة عالمية للفرص وتأتي مشاركة مملكة البحرين في الملتقى بتنظيم ودعم مشترك من صادرات البحرين وتمكين لتعزيز ريادة الاعمال ودعم المؤسسات القائمة في مملكة البحرين احنا اليوم في صندوق العمل تمكين نولي اهتمام جدا كبير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البرامج اللي نقدمها لهذه المؤسسات سواء يتم دعم التوظيف لها ويتم دعم تطور الوظيف للموظفين او دعم الشركات في لما تبدأ او لما تتوسع في عملها كذلك اولت الحكومة اولوية لهذه المؤسسات اللي هي الصغيرة والمتوسطة اولوية في المناقصات والمزايدات الحكومية حيث بلغت نسبة المناقصات لهذه الشركات 11% من اجمالي حجم المناقصات في مملكة البحرين وشهد الملتقى توقيع صندوق العمل تمكين في مملكة البحرين مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية حيث ترعى تمكين مشاركة المؤسسات البحرينية في الملتقى بالشراكة مع صادرات البحرين احنا طبعا جدا سعيدين بمشاركتنا في ملتقى بيبان 2024 هالسنة بدعم من صندوق العمل تمكين اللي بنيناها على المشاركة المثمرة لصادرات البحرين السنة الماضية من خلال هاي المشاركة تم مشاركة عدد اكبر من الشركات وتعزيز فرص تواجدهم على الساحل العالمية ويجمع ملتقى بيبان اكثر من 250 متحدث محليا ودوليا واكثر من الفي عارض من رواد الاعمال المحليين والدوليين ويتيح لرواد الاعمال استكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بمشاركة اكثر من 150 جهة ممكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد ملتقى بيبان الملتقى الابرز عالميا في قطاع ريادة الاعمال المعني بتمكين البيئة الريادية لرواد الاعمال المحليين والدوليين من خلال خلق بيئة محفزة لاصحاب الافكار على اطلاق مشاريعهم عبد الرحمن الحربي تلفزيون البحرين الرياف